موسيقى بهدف ردم الهوة بين متطالبات سوء العمل والاختصاصات الجامعية وبخطوة بتبين اهتمام شركات الخدمات بلبنان نظمة شركة كي بي ام جي اللي تعنى بتقديم الخدمات الاستشارية للشركات حول العالم مسابقة لطلاب الجامعات اللبنانية هي الاولى من نوعها بلبنان وذلك لابراز مهارات الطلاب الاستشارية وقدرتهم على تقديم الخلول الاستراتيجية للشركات العالمية انه صراحة انصار في نوع من التركيز من كي بي ام جي اكتر على السوق اللبناني لاستخدام لبنان مثل خزان كفاءات لامداد السوق العربي وخصوصا دول الخليج بالاستشاريين والمدقيقين للمستقبل يأتي هذا النوع من المسابقات انه هو بيعطيك الاكسبوجر على ايش التالنت الموجودة في كل جامعة ايش التالنت الموجودة في البلد بصفة عامة النشاط بيعطيهم فرصة لا يطلعوا شو طبيعة العمل بكي بي ام جي والفريق الفائز هو الاهم هناخده على ماليزيا ليتنافس مع الفرق التاني من انحاء العالم وهيدي الجزء بتصور من مسئولية الشركات لحتى يعززوا هالتواصل لحتى هن يأمنوا وجود يدعم لكفوءة لعملهم مبادرة ضد الواسطة يعني نحن عم نبرز كفاءات والكفاءات عم تتقدم بمخاضة شخصية بمبارزة وراءة الدولة بترجع على المباراة كان بيكون عنا تحسن كتير موسيقى ست فرق من ست جامعات ادبارو لتقديم حل شركة برتغالية بتصنع الفلين الطبيعي وإيجاد أفضل الطرق التسويقية مع المحافظة على المعايير العالمية ومراعات ربحية الشركة كانت مسابقة جديدة علينا نحن كتلميز لأنه بالعادة بالجامعة متعودين نروح نستعمل الكتب بس لما جينا لهون لا أعطونا كيس أعطونا شي براكتكال أكتر كريمان نقدر نحله واشتغلنا تيم ويرك وقدرنا نلاقي الحل يلي نحن لأينا مناسب نحن الشي اللي عملناه أنه ببساطة هلأ فيه أبيج إشو بالعالم يلي هي كيف نعتني بالبلانت كيف نخفف تلوص كيف نخفض من الجلوبال وارمينج ونخلص الكوكب نحن هادي كانت أور أبروش أنه بي فرندلي وذ بلانت قبل ما نفكر بالمصاري نفكر بالطبيعة نفكر بتخفيف التلوص فنحن الحل قدامنا إذا نحن بنعمل هالكامبان بنقلل الماركتشير طبع البلاستيك والحديد ونعلم الماركتشير طبع الباطل طبع الكوركس الفلين فبس نعمل هيك بيصير الشركة فيها تطلع مصاري أكتر ما عندها زبونات أكتر بنفس الوقت بس نخفف في استعمال البلاستيك والحديد بيصير فيه تستفيد البيئة بعكس كل المسابقات ما كيف بها المسابقة أخسارة صحيح أن فريق الاندي يو هو اللي اتأهل للتصفيات العالمية بماليزيا إنما الفرق الخامسي الباقي ربحة الخبرة والاستعداد للدخول بشكل أقوى إلى سوق العمل اشتركوا في القناة